تخصيص يوم لمقابلة المواطنين أنا أعرف أغلب السيدات والسادة الوزراء مخصصين هذا اليوم لكن مو بانتظام ونفس الوقت قاعد نشوف المواطنين في كل مناسبة رسمية أو من خلال البرامج التلفزيونية الكل نحضر معاملته والطلب اللي عنده حتى يعرضه ويريد يوصله للمسؤول نحن أخوات الأخوة سمينا حكومتنا حكومة خدمية للمواطنين وحتى نترجم هذا الشعار إلى حقيقة وسلوك عملي يحتاج إلى جهد استثنائي نوصل للمواطن حتى نشوف هذا الطلب مو أقل من خمسين بالمئة من طلبات المواطنين ممكن تنفيذها وفق صلاحياتنا حكومة وزراء وحتى محافظين خمسين بالمئة يعني إذا كان هناك منفذ أمامنا أن نلبي طلبات ونحل مشاكل لمواطنين مواطنين واجبنا خدمتهم بنسبة خمسين بالمئة ليش نتأخر فيرادلنا عمل استثنائي بصراحة وعدة قنوات للتواصل وخصوصا اليوم أكو كثير من التطبيقات والبرامج ووسائل للتواصل فضلا عن المقابلة المباشرة أنا تابع بعض البرامج التلفزيونية وشفت المواطنين مشاكلهم وطلباتهم وما أبالغ أقول يمكن خمسين بالمئة من الطلبات ممكن حله بتلفون بتوجيه إذن أكو كم هائل من المشاكل من الطلبات المنطقية لدى المواطنين ما قاعد يعني تلقي الطريق حتى توصل للمسؤول ويتتنفذ حتى في المناسبات قاعد تشوفون مسؤول مجرد يدخل الناس تتكدس في المكان هذا حتى توصل هذه الطلبات اللي أريد أقوله نحتاج وقت معلوم ومحدد ومعلن ونحافظ عليه للتواصل مع المواطنين فضلا عن الوكلاء والمدراء العامي أيضا ممكن يكلفون في مهام أخرى إضافة إلى أؤكد على فقرة أنه بعض التواصل الاجتماعي ممكن نوصلكم للمواطنين أنا كنت في وزارة العمل والشيون الاجتماعي عدي ساعة في الفيسبوك مقابلة مباشرة مع المواطنين قاعد على الطاولة ويم المدراء العاميين اللي يحتاجهم ونحل المشاكل بدون ما يراجع المواطن للوزارة تجربة هذه ممكن نعممها ونشتغل عليها